طيب نروح لفريق النادي الأهلي فريق النادي الأهلي نجح النهاردة أنه هو يكسب سيراميكا كلوباترا في الدوري الممتاز فوز مهم ومثير الحقيقة على فريق جيد فريق سيراميكا كلوباترا من الفرق المحترم وده اللي أنا قلته لحضراتكم من بارح الأهداف أمام حضراتكم زي ما حتشوفوها خلال الأيام اللي فاتت ما كنت بابقى موجود مع حضراتكم كنت دايما بقول أنه عندنا فريق نادي الأهلي فريقه جيد جدا ولكن هتلاقي مجموعة لاعبين وفرق مش عايزة تعمل حاجة غير أنها تكسب النادي الأهلي يعني سيراميكا كلوباترا عايز يكسب النادي الأهلي كل الفرق اللي بتلعب ضد النادي الأهلي عايزة تكسبه وبالتالي ده الهدف الثاني الأفشة في دي 91 أنا مش فانق معايا الحمد لله طبعا على ثلاثة نقاط وعلى كل شيء ولكن هتكلم فحاق تصد مع حضراتكم لأنه كان هناك البعض بيحاول أنه يضرب اسفين أنا بجيبها من الآخر هو يضرب اسفين ما بين أفشة أو علاقة أفشة وكولر وخالد بيبو وكلام كتير جدا في هذا الأمر هتكلم عنه في حق تصد ولكن حتى الآن لعبنا مباراة المأولين يوم السبت لعبنا النهاردة مباراة سيراميكا كلوباترا يوم السبت القادم ستلاقي الجونة في الجونة النهاردة شفنا خصم عنيد وقوي بقيادة مدرب جيد ومحترم كابتن أيمان الرمادي اللي أدار هذه المباراة باقتدار الحقيقة وخبرات نجوم النادي الأهلي وخبرات محمد مجد أفشة قلبت الموازين المباراة خاصة في شوتها الثاني مباراة شهدت تألق عدد كبير من لعب النادي الأهلي على رأسهم طبعا محمد الشناوي اللي تصدى دائما محمد الحقيقة بيتصدى لأكتر من فرصة خطيرة وفرص محققة خاصة كثير من اللاعبين في الشوت الأول منهم أكرم توفيق طهر محمد طهر حيث كانوا عاملين جبهة قوية جدا ناحية المين شوفنا ياسر إبراهيم النهاردة متألق دفاعيا وهجوميا لما أحرز الهدف محمد مجد أفشة دائما على الموعد ونجح في أنه يقتنس هدف الفوز وحصد الثلاثة نقاط احتفال النهاردة بالمباراة مجد أفشة احتفل بالمباراة المتين مع النادي الأهلي وأعتقد أنهم أغلى من النقاط الغالية للنادي الأهلي هذا الموسم لأنه حنعرف مدى غلوة هذه النقاط بعد ما نرجع من كاس الأمم الأفريقية الحقيقة لأنه اللي بيعمله فريق النادي الأهلي من وجهة نظري هو إعجاز هتقول لي يا عم إسلام أن أنت تكسب المقاولين وتكسب سيراميكا ده إعجاز لا الإعجاز مش في أن أنا أكسب المقاولين وأن أنا أكسب سيراميكا الإعجاز في أن أنا أبقى راجع من أفريقيا دوري أبطال أفريقيا أروح ألعب في الدوري الإفريقي أطلع من الدوري الإفريقي ونعامل أداء جيد بعدها بيومين ألعب مع المقاولين العرب بعدها بيومين ثلاثة ألعب مع السراميكا كلوباترا بعدها بيوم أو بيومين حسافر الجونة عشان ألعب ضد الجونة وبالتالي ده أنا بسمي اللي بيحصل ده شيء جيد لفريق النادي الأهلي مش هسميه إعجاز وحكبه ماشي أنا مع حضراتكم زي ما قلنا مبارح ولا تهويل ولا تهوين فمش هقول إعجاز ولكن شيء رائع اللي بيحصل في مشوار حفاظنا على لقب بطولة الدوري اللي بيحصل ده رائع فوز مهم وبيمنح اللاعبين ثقة كبيرة جدا قبل مواجهة يوم السبت وتشاء الله مواجهة يوم السبت ربنا يكرمنا والله أنا حابقا بيحتاج أن أنا مش أنا الواحدي أنا وحضراتكم نسقف للفريق نقول لهم أنتوا عاملين حاجة جيدة كملوها لأنه بعد كده تمانية تسعة حيروحوا منتخب مصر واثنين تلاتة أو يعني بيرسيتا وأليو ديانج وعلي معلول غالبا وغالبا هيبقوا موجودين مع منتخبات بلادهم وبالتالي هتلاقي حداشر اتناشر لعب موجودين مع المنتخب الأول وخمسة ستة موجودين مع المنتخب الأولمبي وثلاثة أربعة موجودين مع المنتخب الشباب فمش هتلاقي حد تمرنه اللاعبة دي طلع من بطولة لبطولة ومن النادي للمنتخب ومن المنتخب هترجع على مديامة الغاني عشان تلعب ضده في دوري أبطال إفريقيا بعدها بيومين تلعب أو تحضر نفسك عشان تسافر كاس العالم ترجع من كاس العالم اللاعبة اللي تروح تلعب بمباريات السوبر وبعد مباريات السوبر اللاعبة اللي فضلة لو فيها مكان تلعب في كاس الأمم الأفريقية ترجع من كاس الأمم الأفريقية اللي هي تنتهي في نص اتنين او في اه نص اتنين تقريبا لو كملت للمباراة النهائية ترجع من كاس العالم من كاس الأمم الأفريقية تلعب بقى المباراة الدولي كل 3 يام مباراة فاللعاب اللي أمام حضراتكو دي صدقوني هؤلاء اللاعبين يحتاجوا إلى مساندة ودعم كبيرة جدا ليه مساندة ودعم لأنهم من مباراة لمباراة ومن بطولة لبطولة ومن النادي للمنتخب وهو ده اللي قلت لحضراتكم من فترة طويلة إن ده اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية خلال الفترة القادمة لعبت الأهل ممكن ما تشوفش عيالها اللي متجاوز مش هيشوف عياله واللي مش متجاوز مش هيشوف مامته وبابا هذه هي الحقيقة لأنه الفترة القادمة فترة صعبة جدا جدا جدا